بسم الله الرحمن الرحيم أسعد وإياكم في بيان بعض المسائل التي ينبغي لقارئ القرآن أن يتفقها لا شك أن قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى من أعظم القربات ومن أعظم الأسباب الجالبة لرضى الله سبحانه وتعالى وذلك لأن قراءة القرآن من العبادة ولا شك أن العبادة يجب أن يتوفر فيها شرطان الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله تعالى الشرط الثاني أن تكون متوافقة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن مأمورون بالاتباع لا بالابتداء وكل أمر اقتضى سببه ووجد سبب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فأي فعل بعده يدل على أنه غير مشروع ولا شك أنها تمت مسائل وثمت أعمال يفعلها بعض الناس عند قراءتهم لكتاب الله تحتاج منا إلى وقفة تأمل ووقفة تبصر هذه المخالفات منها مخالفات قبل أدائهم لتلاوة القرآن وثمت مخالفات عند أدائهم لتلاوة القرآن أم القسم الأول وهي المخالفات التي قد يفعلها بعض الناس قبل تلاوتهم للقرآن الأولى هو قيامهم للمصحف فبمجرد أن يأتي شخص بالمصحف إلى الناس وهم مجتمعون فلربما قاموا الناس إلى ذلك وهذا الأمر استحبه بعض الشافعية وقالوا إذا كان الناس يقوم بعضهم إلى بعض من قيامهم للعلماء والأخيار فينبغي أن يقام للمصحف من باب أولاه وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله وهو من هو في إحصائه وعمله قال لم يكن القيام مأثور عن السلف والأفضل أن نقف حيث وقف القوم فلو كان ثمة خير لفعلوه ومن الملاحظات والمخالفات التي يفعلها بعض الناس أيضا هو تقبيلهم للمصحف لا شك أننا مأمورون أن نعظم كتاب الله سبحانه وتعالى وأن نعظم كلامه وأوامره ونواهيه كما قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقار ولكن هذا الوقار ينبغي أن يكون على وفق ما جاء في السنة أو ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وأول من عرف عنه أنه وضع المصحف على وجه أو قبله هو عكرم بن أبي جهل كما جاء ذلك عند الدارمي عن عبد الله بن أبي مليكة عن عكرم بن أبي جهل أنه كان يأتي بالمصحف فيضع فيه وجهه ويقول هذا كلام ربي هذا كلام ربي ومن هنا استحب بعض أهل العلم ذلك والصحيح أن هذا الحديث في سنده انقطاع وذلك لأن عبد الله بن أبي مليكة لم يصح سماعه من عكرم بن أبي جهل ثم إن عكرم بن أبي جهل الصحابي المعروف أمات في أهد أبي بكر والقرآن إنما جمع في أهد عثمان فكيف يقول هذا يضع المصحف والمصحف لم يجمع بعد هذا والله أعلم يدل على أنه لم يحفظ عن واحد من الصحابة بإسناد صحيح أنه قبل المصحف ولأجل هذا فإننا كما قلت مرارا وتكرارا أننا مأمورون بالاتباع لا بالابتداع والأفضل أن لا يقبل الإنسان المصحف لكن يجب عليه أن يعظمه في قلبه ويعظم ذلك في جوارحه فلا يضعه في أماكن ربما يكون في ذلك تقليل له ومن المسائل أيضا ولعل أختم في ذلك من الملاحظات هو أن بعض الناس إذا أراد أن يقرأ يضع يديه على أذنيه وهذا إنما كان في الأذان ولم يحفظ ذلك في القراءة لكن إذا فعلها الإنسان أحيانا من باب الاعتياد لا من باب التعبد فإن ذلك ربما يقال بجوازه والأولى أن لا يفعل الإنسان إلا بما ورد أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفقني وإياكم لما يحب ويرضى وإلى لقاء آخر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر